اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرقمان الرحيم أولا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قدر ولم يكن شيئا فوربك لنأشغنهم والشياطين ثم ننضرنهم حول جهنم جديا ثم لننزعنهم من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالنذين هم أولى بأصليا وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقطيا ثم ننجي الذين اتقروا ونذر الظالمين فيها جهيا وإذا كنا عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الذي قلب خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أتاثا وليا قل ما إن كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العداد وإما الساعة فسيعلمون من هو شرق مكانا وأطعب تندى ويزيد الله الذين اهتدونا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تيمن مالا وولدا أطلع الغيب أم انتقد عند الرحمن عدا كلا سننتف ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرده ما يقول ويأتينا فردا واتقضوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيغفرون بعبادتهم ويكونون عليهم غبا ألم تر أن ما أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتغين إلى الرحمن وقتا ونسوق المجرين إلى جهنم وردا لا يملكون الشهاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفضرن منه وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتفض الجبال حتى أن دعون الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن ينتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إنا إن آآة الرحمن عبدا لقد أعصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة قردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم سيجعل لهم الرحمن ولدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قولا ولدا وكم أهلكنا قبلهم من قرم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم لكسا صدق الله العظيم وتحمي الله وكتشوك ترجمة نانسي قنقر